في وادي دوعاً أحد أشهر أودية حضر موت تنتهي اليوم معاناة الحصول على المياه من خلال مشاريع خيرية ساهمت في انتشار المنطقة من العطش فمشروع منظومة الطاقة الشمسية الذي جاء لتشغيل أربعة آبار مياه للشرب في مديريات وادي العين وحورة ودوعاً ويبعث يستفيد منه أكثر من 35 ألف نسمة يتوزعون على 24 قرية هدف المشروع أول شيء حل مشكلة يعاني منها المجتمع والمشكلة التي يعاني منها المجتمع هي انقطاع المياه فبهذا المشروع بإذن الله لن ينقطع الماء عن الواري تماماً أيضاً أن المشروع الطاقة الشمسية هو مشروع أحد المشاريع البديلة اليوم التي العالم يعتمد عليها وطاقة بديلة ونظيفة يسعى هذا المشروع لحل مشكلة عانى منها المواطنون لسنوات طويلة جراء انقطاع مياه الشرب والسبب الرئيسي كما يقولون هو عدم توفر المحروقات أو الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ما يجعل مشروع الطاقة الشمسية أحد المشاريع البديلة التي تساهم في التغلب على مشكلة انقطاع المياه وتوفر حلولاً بسيطة لهذه الأزمة شيء جميل نرى هذه المنظومة والطاقة البديلة خاصة في مياه الشرب التي تحولت خاصة نتيجة الأزمة المفرطة الخيرة تم تحويل أغرب المنظومات إلى الطاقة الشمسية وشيء جميل أن نرى المنظومات المجتمع المدني أن تكون مساندة للسلطة المحلية وكذلك شريك في التنمية تأتي هذه المشاريع لحل جزء من مشكلات تخلت الحكومة عن المسؤولية في حلها ولعل السبب في ذلك استمرار الحرب التي تشهدها البلاد منذ انقلاب ميليشيا الحوثي والتي فاقمت من معاناة المواطنين في حضر موت كما في باقي محافظة الجمهورية حدد مساعد قناة بلقيس من وادي دوعا حضر موت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر